بس انا اتفجأت اول ما جاودة ارتلع طبعا انت في عز الشبابك زي الفل بس لقينا ياسر خادم هارشيدير لورا جايب انت الناس كل اقلت كل اعوزوا بربي الفلق ما شاء الله بس الحاجات اللي في الاول دي الناس اتخدت هاده يقولوا ايه ده ده ميك اف ولا ده جرافيك ولا ده ايه بالظفت انا مشكلتي ايه انا شكل وشي بي بي فيس شوية يعني فانا لما ادقنا تولت وطلعت لما عملت بقى زل الرئيس وكده اه فغيرت في شكل فدتني سني سني اه فكاد ساعدتني ان انا اعمل ادوار اللي هي الميدل ايج دي الحلوة وبتاعه والاكشن والجاوي بتاعنا اه لما جيت انا ايه انا انا عارف الحكاية دي فانا ايه انا كل ما باجي اخلص سيزن دقني دي مسئولية فانا ايه بابكي اول حاجة اخلص المستوصلات وروح حالق دقني واختفي نطلع انا سافر انا والولاد وهبها يا شرم الشيخ او بتاعه حالق دقني بقى كده بتيجي قدرية بنتي تبوسني تقول لي الله يا بابي انت حالق دقنك اه محبش الدقن لما عليش بقى درية استحمليني اكل العيش مر فالمهم فانا ايه انا عارف ده فلما جينا عملت شهريار فقاعد بقى اسلام وتامر بيفكروا بقى جودر ده هنعمله شكل ازاي وهنصغره ازاي والدي اتجنج وهنياسر وانا جاهز وبتاعه فجأة روح تراح البيت جاب الكوافير بتاعي وفتلو يالله يا محمد محمد سعد وانا بشكره طبعا طبعا بحيي طبعا عمرو لطفي مدير اعمالي طبعا انا ما بقولش كلمة اللابيز دي على فكرة انا بقول يا مساعد يا مدير اعمالي هنرجع للحيء والله انا هرجع انا بازع الاصلي من اصحابي اللي انا بحترمهم وما بيحترمونيش اللي انا بقدرهم وبخاف اجرحهم وما بيحترمونيش بزعل قوي بس مش عايز اتكلم قربك بس انا بحيي طبعا عمرو لطفي وفجأت محمد روحنا البيت روحت ايه عاملي اقل انا عندي سبغة وبتاع وعملنا السبغة وحلقت دقني وسبغت وفجأة بصت كده فالحمد الله ايه روح تواخد بعضي يلا انا طالع على الاروم هم بيعملوا بروف هوريوا ان انا ممكن ارجع كده والله ما عارفوني اتخدوا تفزع وفزعة لما شافوني فالحمد الله هو الشكل ساعد مع الرياضة مع ان الواحد ما بي لا بغل ولا بكره ولا ب يعني ما بيطلع لوش اللي في القلب بيطلع لوش بس عملته شوية مؤسرات بسيطة عشان يفرق السن من البداية اه ممكن اللي هو ديجوت الميكب اللي بتعامل لكل الشخصيات في المسلسل لان احنا حسينا بقى ان انت زيك انا قاعد قدامي دلوقتي بالمينلي الحلقة اللي هي روح فيها في مدينة النحاس وكان واقف قدامي المرأة وقال ايه ده انا طلالي حاجات بيدا خفيفة اه حطيت بتتحط طبيعة بقى وبتاع ايه ده انا وشي كبر لا ده حطيتش كده صغير يعني مش حاجة فالحمد لله